وينضم إلي من أربيل محمود خنشار خشنار عضو الكادر المتقدم للاتحاد الوطني الكردستاني معي من بغداد أيضا علي فضل الله المحلل السياسي أهلا بكم ما معي في هذا الحوار أبدأ معك سيد خشنار من أربيل يعني إذا ما كان التظاهر السلمي حق لكل مواطن يعني بحسب البيان الرئاسي اليوم فلماذا تعاملت قوى الأمن بالعنف مع هؤلاء المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم تحية لك وللضيف والمشاهدين بالتأكيد أنا أؤيد بأن ما قاله فخامة رئيس الجمهورية والدستور العراقي يقول بأنه حق مكفول لكل مواطن يتظاهر خلال دورتين انتخابيتين بما لديه من آراء وترك مساحة كافية للتعبير عن الرأي لكن نرى بأن على الرغم من أن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزاب السياسية تؤيد التظاهر السلمي ولكن نعتقد ولدينا معلومات دقيقة بأن هناك من يريد أن يصطاد في الماء العكر وركب الموج واستخدام بعض مطالب المواطنين المشروعة لتنفيذ أجداد سياسية لا يستطيع أن يقوم بتنفيذها خلال الانتخابات بصورة عامة إقليم كردستاني يعتمد على جزء كبير من إراداته على الحكومة الاتحادية والخلاف بين أربيل وبغداد على مر السنوات الماضية وقطع الموازنة إقليم كردستان من الموازنة العامة للدولة العراقية ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية للمواطن الكردستاني بين الحين والآخر هناك تفاوض وأيضا انتقائية في كيفية اختيار البنود والبنود لقوانين تشرح في ملس النواب العراقي ونعتقد أن هناك جنب سياسي لتمرير هذه القوانين على الرغم من كل هذا إقليم كردستان وحكومة إقليم كردستان وبرلمان إقليم كردستان ووفز المفاوضة على مرس ست جولات أبدأت حسن النية في تنفيذ الاتفاقية وأننا نرى هناك تنصل بصورة عامة ما يحدث في السليمانية هو حق مشروع للمواطن الكردستاني بالتظاهر والمطالب بالحقوق سيد محمود من هي الأيدي الخفية التي تتحدث عنها من هم الذين يريدون أن يصطادوا بالماء العكر كما ذكرت بالتأكيد لا نريد أن نضح العربة قبل الحصان هناك جهات قضائية وأمنية تتحقق في هذه المسألة ونحن بصدد معالجة هذه الأسماع عمنا مع الناشطين الذين يتظاهرون بحيث لا يتجاوزون على الممتلكات العامة والخاصة وفي نفس الوقت علينا القوات الأمنية في السليمانية التي تقع عليها مسؤولية حماية المتظاهرين السلميين الذين ينادون بحقوقهم المشروعة هناك أطراف متداخلة في هذه العملية بالتأكيد هذه الأطراف التي سميتها ويسميها أنا بأنها زجت في المظاهرات هي لديها أجداد خارجية نحن كما قلت الجانة التحقيقية والقضاء هو المسؤول عن الإعلان عن هذه الجهات ونحن بصدد بالتوجه وحث الجهات القضائية والأمنية بالقيام بهذا الشيء التجاوز على الممتلكات العامة على سبيل المثال كما ذكرت قائم قام صيد صادق ما هو مسؤوليته في عدم توفير رواتب الموظفين حتى وإن كانت الأحزاب السياسية جزء من العملية السياسية وهي مسؤولة ولكن ما هي مسؤولية قائم قام صيد صادق حتى تحرق مزولة إذن هناك أجندات داخلية وخارجية سواء كان داخلية عراقيا أو إقليم كردسان أو حتى خارج العراق باتجاه خلق أزمد أو ضرب السلم الأمن المجتمعي في إقليم كردسان بصورة عامة النظام السياسي في العراق النظام متداخل وغير مستقر أنا باعتقادي الآن هو النظام أيضا غير مستقر ولكن اجتماع اليوم واجتماع اليوم أمس وأول أمس بين الأحزاب الرئيسية المشاركة في حكومة إقليم كردسان والتحاد وطني الكردستاني والديمقراطة وحركة التغيير واليوم الاجتماع الثلاثي في أربيل في مقر رئاسة الإقليم أنا باعتقاد ستكون هناك مخرجات جيدة وهذه المخرجات ستكون مخرجات حاسمة في كيفية التعامل لا ننسى ويجب أن نعرج عليه في هذا البرنامج بأن وزارة المالية في إقليم كردستان قدمت رسالة إلى حكومة الاتحادية المرقبة بـ 566 في سبع كانون الأول اليوم بمعنى آخر بأن حكومة إقليم كردستان ملتزمة ببنود قانون الاقتراض لتمويل عجز المال الذي تم تشريعه في 12 من الشهر الماضي لذلك كل هذه الأمور هي دلالة على حسن نية حكومة إقليم كردستان لمعالجة هذه المخرجات التي بالتالي المواطن الكردستاني هو المتضرر دعني من فضلك أذهب للسيد علي فضل الله سيد علي إلى متى ستستمر هذه الخلافات ما بين حكومة بغداد وإقليم كردستان وحكومة بغداد تقول بأن هي تبدي المرونة وأيضا إقليم كردستان يجري الحديث عن المرونة أيضا بشأن حال هذه الخلافات وبالنتيجة المواطن يدفع الثمن إلى متى ستستمر هذه الخلافات برأيك تحياتي لحضرة الشؤون الضيف الكريم أنا أعتقد ترحيل الأزمة من إقليم كردستان ورهنها بالحكومة الاتحادية هذا منافع للحقيقة إذا ما أخذنا بنظر الاحتبار أصل الأزمة ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هي مرهونة بالتزامات من المفترض بدأت منذ عام 2015 عندما أبرم اتفاق نفط ما بين الحكومة الاتحادية في زمن حكومة السيد العبادي وحكومة الإقليم لتنظيم العلاقة حقيقة الاقتصادية النفطية التجارية المالية ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم هل للأسف ولا المشكلة هل قامت الحكومة حكومة الإقليم بالإيفاء بالالتزامات التي بذمتها وعودتها من ضمنها اللي هو تسليم الحكومة الاتحادية مع قرابة 250 ألف فرميل للحكومة الاتحادية منذ ذلك الوقت ولحد الآن لم تسلم هذه الكمية للحكومة الاتحادية وبالتالي الاتفاق حقيقة مشروط من قبل الحكومة الاتحادية حتى يصار إلى صرف الرواتب من المفترض أن تكون حكومة الإقليم بتسليم ما بذمتها من واردات نفطية ورغم كل هذا لحد الشهر التاسع من هذا العام الحكومة الاتحادية قامت بتسليم حكومة الإقليم ما قيمت رواتب موظفي ومتقاعدي حكومة الإقليم لكن وللأسف حكومة الإقليم لحد هذه اللحظة تسلم الشهر الرابع فقط إذن المشكلة مرهونة بإدارة الدارة المالية لحكومة الإقليم بعيدة كل الوعود عن مشاكل الحكومة الاتحادية أي أن الأزمة من المفترض أزمة داخلية ثانيا مطالب أنا برأيي مطالب الشارع الكردي مطالب بسيطة وواضحة ليس كما كانت في تظاهرات بغداد عام 2019-11 من المفترض الآن المطالب باضحة وهو تسليم رواتب المؤظفين والمتقاعدين أي ليس هناك مطالب سياسية أو تغيير في الدستور أو كذلك تغيير القوانين فقط مطالبة بإجور ومن المفترض هذا الموضوع أن يكون مكفول دستوريا وفق الحقوق والحريات داخل الدستور العراقي تعامل حكومة الإقليم أنا برأيي جاء متعسف بعيد كل البعد عن القوانين الدولية التي تنص على احترام حق التظاهر كذلك الدستور العراقي وفق المادة 38 أعطى الحرية والمساحة والفسحة للمواطن للتعبير على الرأي باتجاه السياسات الخاطئة لذلك أنا برأيي المشكلة محصورة بحكومة الإقليم وليس لحكومة الاتحادية أي دخل في هذا الموضوع سيد خوشناو ما هي الإجابة على هذا السؤال؟ لماذا تستمر هذه الاحتجاجات؟ على الرغم من أن حكومة الإقليم بدأت بتسليم الرواتب المتأخرة الأسبوع الماضي هل هذا يؤشر إلى وجود مآرب أخرى لدى هذه التظاهرات أو المتظاهرين؟ مبدئيا اتفقنا وقلناها بأن تظاهر حق دستوري والدستوري العراقي لا يقول بين المتظاهرين يذهبون يعطيهم الحق بحرق الممتلكات العامة والخاصة لديهم حق التظاهر السلمي وليس حق التظاهر لاعتداء على المتلكات العامة والخاصة لكن سؤالي لماذا تستمر هذه التظاهرات؟ الأزمة بين أوروبي البغداد ليست بهذا الشكل نعم معنى آخر بأن الأزمة بين أوروبي البغداد في عام 2015 قليم كردستان التزم بتصدير 200 ألف برميل وليس 250 ألف برميل 100 ألف برميل عن طريق شركة سومة ولكن الحكومة العراقية أيضا أن ذلك لم تلتزم بإعطاء الموازنة الاتحادي جزء من حصة إقليم كردستان موازنة الاتحادي يعني بمعنى آخر إقليم كردستان لم يستلم موازنته الاتحادي لسنوات 2014، 2015، 2016، 2017، 2018 على كل هذه السنوات إقليم كردستان لم يستلم دولار واحد من الإرادات في الموازنة الاتحادية ولم يكن لديه حصة في الموازنة الاتحادية على الرغم ذلك أن إقليم كردستان قام بتصدير النفط في 2013 إذن نعود إلى قانون موازنة الاتحادية في 2019 الذي هو أقرب موازنة الاتحادية بتصدير 250 ألف برميل عبر شركة السومو. بالمقابل يتم تسليم إرادات حصة إقليم كردسان من موازن للقيامة. لكن المادة عشرة. ثانيا فق رجيم تقول في حال عدم التزام إقليم كردسان بتصدير 250 ألف برميل عبر شركة السومو. يتم استقطاع مبلغ الضرر. نعود إلى مبلغ الضرر. حصة إقليم كردسان في الموازن الانتحادي يقترب من 12 رليون دينار. ما هي المقدار الذي تم استلامه من بغداد وفق الموازن الانتحادي. إقليم كردسان لم يستلم سوى 50%. إذن الـ 50% من أخرى من الموازن الانتحادي من حصة إقليم كردسان وموازن الانتحادي تم استقطاعها. وهذا ما قاله الأحمد من الطلال في آخر كلامي في أحد البرامج. بأن إقليم كردسان استوفى شرط الذي وضع في المادة عاشرة ثانية فق رجيم باستقطاع مبلغ الضرر. بصورة أخرى نستطيع أن نقول بأن إقليم كردسان تم التزام بتصديل 250 ألف رب عمره شركة سومو. وما قامت به وزارة المالية ووزارة النفط باستقطاع مبلغ الضرر. هذا الزج بأمور سياسية وإدخالها في مواضيع اقتصادية لا صح لها. نحن في إقليم كردسان اليوم كما قلت في بداية المرنامج. حسن النية لدى حكومة إقليم كردسان والتزام بقانون الاقتراض الذي مرر في ملس النواب العراقي. بالمناسبة قانون الاقتراض مرر في 12 من شهر تشرين ثاني. ولكن الحكومة الاتحادية لم تلتزم باتفاهم 15 أبل ماضي عليها أن تدفع 320 مليار دينار في شهر العاشر. وليس شهر لدعش. والقانون مرر في 12 دعش. لذلك هذه الأمور فيها جنبة سياسية وحكومة الاتحادية لا تريد. والمناسبة ليست حكومة الكاظمي بالتحديد. وإنما بعض الأطراف السياسية الموجودة في ملس النواب العراقي تعيق هذه الأذمة حتى تفرض على إقليم كردسان بعض الأمور السياسية. على سبيل المثال إخراج القوات الأمريكية من العراق. وإقليم كردسان رافض لهذا الأمر. وفي طريقة أخرى. هناك أزمة في إقليم كردسان. ونحن قمنا بتشريع قانون وإقرار قانون الإصلاح في برلمان إقليم كردسان. والذهاب إلى إصلاحات إدارية وسياسية. نحن أيضا لدينا ملاحظة حول الأداء في ملفي المال والطاقة. ولا هذا لا يعني. هذا لا يعني بأن حكومة بغداد لديها الأحقية في التعامل مع هذا الملف. نحن نعتقد بأن حكومة الاتحادية في بغداد تتعامل بانتقائية مع الملفات الاقتصادية والمالية. وعادت تزج فيها أمور سياسية وأجندات إقليمية نوعا ما وأخرى دولية. نحن نقول بصورة عامة يجب أن يتم إخراج أو عدم إدخال رقوط المواطنين أو رواتب الموظفين في جميع العراق. وليس في إقليم كردسان في هذا الأمر. لا ننسى بأن المادة 112 من الدستور يعطي على حقية لإقليم كردسان المحافظات باستخراج النفط من أراضيها وفي غياب قانون النفط والغاز. من هو الطرف الذي تقوم في غياب قانون النفط والغاز بإدارة ملف النفط والغاز وملف الطاقة بصورة عامة في الأقاليم أو في المحافظات؟ إذا في غياب قانون النفط والغاز لا تججها تستطيع تنظيم العلاقة بين المحافظة والأقاليم في كيفية استخراج النفط وثم بيعه وإدخال إراداته. على الرغم كل هذا وغياب قانون النفط والغاز وعدم الحكومة الاتحادية واختيارها لنسبة سكان إقليم كردوسان ويدخالها في الموازنة الاتحادية بهوائها. لا توجد إحصائيات لا في وزارة التجارة ولا في وزارة التخطيط دقيقة جدا بأن إقليم كردوسان ما هو عدده. وضعت نسبة 12.67 من إقليم كردوسان في الموازنة الاتحادة ل2019. لا توجد جهة رسمية تقر هذه النسبة لحكومة إقليم كردوسان. إذن رغم كل هذه المؤشرات. نحن اتفقنا في قانون الموازنة 2017 بأن نذهب إلى حلول. الآن ندرك تماما بأن هناك جنبة سياسية في هذا النوع عن ما. سأعود إلى ضيفي من بغداد السيد علي. سيد علي بعد مجيء حكومة الكاظمي سادت أجواء متفائلة. وجر الحديث عن إمكانية ردم الفجوات ما بين بغداد وأربيل. والتوصل إلى اتفاقات. خصوصا بما يخص ملفي النفط والإيرادات. لماذا لم يحصل شيء حتى الآن؟ وهل يمكن التفاؤل حتى اللحظة بإمكانية التوصل إلى اتفاقات ما بين الطرفين برأيك؟ يا سيدة الكريمة. الحكومة الاتحادية أنا أعتقد بادرت. وأعطت رواتب لحد شهر التاسع على ما أعتقد أو الثامن. وبالتالي الحكومة الاتحادية هي التي بادرت. لكن خليني أكد على نقطة مهمة. لو سلمنا جدلة أن الحكومة الاتحادية تفتعل هذه الأزمة في إقليم كردستان. السؤال الذي يطرح نفسه. أين تذهب باردات مبيعات النفط في الإقليم؟ أين تذهب واردات المنافذ الحدودية؟ والرسوم والضرائب والقمارك؟ كل هذه واردات. السؤال الذي يطرح نفسه أين تذهب هذه الواردات؟ أين ليس من المفترض حتى وإن كان لم تصل إلى الحكومة الاتحادية؟ من المفترض أن تكون باتجاه المواطن الكردي. إهنان المشكلة. لا حكومة الإقليم حقيقة هي التزمت بالوعود والالتزامات التي أبرمتها مع الحكومة الاتحادية حتى تحرج الحكومة الاتحادية. ولا أنها قامت من خلال تصرف ذاتي تحويل هذه الواردات إلى حقيقة رواتب تعطى إلى الموظف الكردي. إذن التقصير أنا برأيه هو داخل حكومة الإقليم. ترحيل الأزمة ورهنها ببعض الأحزاب السياسية. أنا أعتقد هذا الموضوع ينافل حقيقة جملة وتفصيلا. أكرر من المفترض إذا كانت حكومة الإقليم تستشعر بأن هناك خطر يهدد الإقليم من المفترض أن تبادر وأن تسرع بتنفيذ الاتفاق ما بينها وما بين الحكومة الاتحادية. لحد هذه اللحظة لم تلتزم. بالمناسبة أن هناك من خلال اللجان البرلمانية الحكومية التي أرسلت إلى حكومة الإقليم. أنا أعتقد هناك مستحقات للحكومة الاتحادية بذمة الإقليم. تصل إلى أقرابة 128 مليار دولار مبيعات نفطية. منذ عام 2009 ولحد هذه اللحظة. هذه الأمور يجب أن تراعى. لذلك أنا أعتقد المشكلة بعيدة كل البعد عن الأحزاب السياسية في بغداد. وكذلك بعيدة عن حكومة الإقليم. الحكومة تريد أن تعطي أو ترسخ في فكر المواطن الكردي على أن سبب هذه المشكلة وسبب هذه الأزمة هي الحكومة الاتحادية. وهذا ينافل حقيقة جملة وتفصيلا. وأكرر المسؤولية مرهونة بالإدارة المالية الحقيقية. النزيهة والشفافة في حكومة الإقليم. سيد خوشناو باختصار لو سمحت وبأقل من دقيقة. ما هو الحل اليوم برأيك لمنع تحويل قضية الرواتب هذه إلى مسألة سياسية بحتة؟ كيف يمكن التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع حكومة بغداد؟ الحكومات الاتحادية وبالذات الحكومة الأخيرة وحتى حكومة سيد عبد المهدي لديها نية جادة في التوصل كما لإقليم كردستان هذه النية. ولكن أطراف سياسية تعيق هذه الأزمة وتفرض بعض الإرادات لأنها تدرك تماما بأن التنمية في إقليم كردستان الذي يحصل الآن والواقع الاقتصادي الذي كان يعيش في إقليم كردستان سواء كانت تنمية بشرية وعمرانية هي تفوق بعدة مرات عن المحافظات العراقية الأخرى. لذلك أحرجوا أمام جمهورهم. والآن يريدون أن يخربوا إقليم كردستان كما خربوا المحافظات الأخرى. لذلك نحن نقول بأن نريد أن نبني العراق سواء باتفاقات بين ألوى البغداد ويجب أن تلقي بظلالها على الواقع السياسي الاقتصادي بصورة عامة. هناك تفاهم 15 أب. وهناك تفاهم آخر قبل عدة أيام في يوم 3 بالتحديد وفد كردستان إلى بغداد وصل إلى تفاهم الحكومة الاتحادية في ملفي المال والطاقة وإدراجها في قانون الموازنة 2021. ونأمل بأن عند إصال قانون الموازنة إلى منسى النواب العراقي. نأمل من السياسين العراقيين أن يكون لديهم عجالة في تنفيذ هذا القانون أو تمرير هذا القانون بحيث يكون لديه حلول جذرية وليس حلول تلقيعة. الأخوة في بغداد دائما يريدون حلول تلقيعية. نحن في إقليم كردستان لا نريد حلول تلقيعية. نريد حلول جذرية تستند إلى الدستور ورفق قانون ينظم العلاقة سواء كان في المال والطاقة بين الطرفين. من أربيل محمود خوشناو عضو الكادر المتقدم للاتحاد الوطني الكردستاني. ومن بغداد علي فضل الله المحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم.